اشتركوا في القناة وقدم العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس الشورى بطلب دعم مقترح مملكة البحرين حول عدم المساس بالمكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس ولقى ذلك كل الدعم والتأييد من قبل المجموعات البرلمانية الشقيقة والصديقة كما شارك وفد الشعب البرلمانية في منتدى النساء البرلمانيات حيث شاركت مملكة البحرين في عدد من المقترحات والمداخلات التي تبرز دور المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في جميع المناصب والمجالات وأن المرأة في البحرين تحظى بدعم كامل من قبل الجميع كما وتحدثت الدكتورة ساوسن تقوي عضو الشعب البرلمانية حول تعزيز تكافأ الفرص والتمثيل السياسي للمرأة من خلال طرح عدد من المبادرات الهامة طبعا اليوم حضرنا الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية برئاسة سعارة عضو جمال فخرو الأول لرئيس مجلس الشورى وتم عرض أشطة الجمعية البرلمانية الآسيوية أهم دار في الاجتماع حقيقة هو مقترح البحرين بشأن الحفاظ وعدم المساس في المكان القانوني والسياسي لمدينة القدس الأخ جمال فخرو دعا الأعضاء بدعم مقترح البحرين لتبنت الكويت وفلسطين والحمد لله لاقى تعييد ودعم ومساندة جميع وفود الجمعية البرلمانية الآسيوية تنسيق الكويتي البحريني الخليجي بحكم المتطابق وبنسبة مئة بالمئة وهناك التعاون نستند عليه بشكل مستمر وهو قضية التنسيق لطرح أي بند إضافي وجدنا من مسؤوليتنا أن نمثل أشقائنا في فلسطين المحتلة ونلفت انتباه العالم للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي التي تجري في فلسطين المحتلة من قبل كيان الصهيوني ونأمل أن ننجح في فرض هذا البند الإضافي على جدوى الأعمال المؤتمر يعني دائما يكون موقفهم إيجابي أنا خلال الاجتماعات التي أحضرها وباعتباري أيضا عضو دائم في لجنة الديمقراطية وحق الإنسان والبحرين أيضا ممثلة في هذه اللجنة دائما يكون هناك مقترحات جيدة وهناك دعم للمقترحات العربية من قبل البحرين وبعض المقترحات التي سقدمها مملكة البحرين في غالبية هي إيجابي ترجمة نانسي قنقر